بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نبتدئ بالوحدة الثامنة الخرائط والتقنيات الحديثة حيث تشمل هذه الوحدة عدة دروس نتحدث فيها عن الخرائط والتقنيات الحديثة التابعة للخرائط وما ترى عليها من تطوير حيث نبتدئ بمفهوم الخرائط والتقنيات الحديثة ومن ثم نتعرف على عناصر الخريطة منها العنوان والمقياس والمفتاح والإطار وننتقل بعد ذلك إلى أنواع الخرائط وتمثيل التضاريس على الخريطة ومن ثم أبناء وبنات الطلاب نتعرف على نظام تحديد المواقع العالمي GPS والاستشعار عن بعد الرس ونظم المعلومات الجغرافية الـ GIS نبتدئ أنا وأنتم في الدرس أو بالدرس الثامن والعشرون ونتعرف على مفهوم الخرائط والتقنيات الحديثة في هذا الدرس أنا وأنتم أبناء وبنات الطلاب نتعرف على تطور الخرائط والمسلمون وأثرهم في تقدم علم الخرائط أيضا أهمية الخريطة وفوائدها إذن في هذا الدرس نتعرف أنا وأنتم على تطور الخرائط ودور المسلمين أبناء وبنات الطلاب الواضح والجوهري في تقدم هذا العلم بالإضافة إلى أهمية الخرائط وما هي فوائدها إذن أبناء وبنات الطلاب الخريطة هي ما تظهر أو ما تنستطيع من خلالها أن نمثل لسطح الأرض أو لجزء منه بجميع ما فيه من ظواهر طبيعية وبشرية إذن الخريطة هي تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو لجزء منه على لوح مستوي أو على ورقة أبناء وبنات الطلاب إذن من خلال هذه الخريطة نستطيع أن نبرز معلومات سواء كانت ظواهر طبيعية أو بشرية بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي والصفات التي تميز هذه الظواهر عن بعضها البعض حيث نستطيع أن نرسم هذه الظواهر ونستطيع أن نحدد أبناء وبنات الطلاب المسافات بين الظواهر تبعا لنسبة معلومة تعرف بمقياس الرسم وسوف نتعرف عليها إذن أبناء الخريطة هي لغة ووسيلة عالمية للتفاهم والتعبير ومن خلالها نتخطى جميع حواجز اللغة والخريطة مجالات عدة في الاستخدام إذن أبناء الخريطة هي تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو لجزء من على لوح مستويسة سواء كان أبناء ورقة أو خشب أو أي كان هذا اللوح الذي من خلاله ننقل ما لدى أو ما يوجد من ظواهر طبيعية أو بشرية على سطح الأرض نريد أن نبرزها ونريد أن نبين ما لديها من معالم وما مسافاتها وما إلى ذلك أبناء وابناء الطلاب من معلومات نستطيع أن ننقلها من الطبيعة إلى الخريطة أبناء كيف تطور علم الخراط وكيف تطورت الخراط إذن كما هو علم ابتدأ ابتدأ أبناء وابناء الطلاب رويدا رويدا إلى ما وصلنا إليه حاليا من تطور وتقدم في هذا العلم إذن ابتدأ هذا العلم حيث كان الإنسان يعتمد في رحلاته وتنقلاته من موقع إلى آخر على ما يختزنه من ذاكرات من خلال أبناء معرفته للظواهر الطبيعية سواء كانت جبال أو دية أشجار غابات من خلال ما يختزنه أبناء في ذاكرته يعرف ويتعرف على طريقه من انتقاله من مكان إلى آخر إذن من خلال ما يختزنه في الذاكرة بعد ذلك بدأ الإنسان إلى رسم صور موجزة إذن في البداية كان من خلال ما يختزنه من الصور في ذاكرته ثم انتقل بعد ذلك إلى رسم صور موجزة على شكل مخططات توضح له أبناء وبناء الطلاب الطريق توضح له المعالم التي قد يستفيد منها في تنقلاته فكانت هي البداية الحقيقية لماذا؟ للخريطة والخريطة بمعناها أبناء قديمة قدم الحضارة الإنسانية حيث كان الإنسان قديما يعمل على توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية بالرسم كما تعلمون أبناء كانوا قديما يرسمون في الكهوف وينحتون في الأحجار لكي يبينوا ما لديهم من ثقافة لكي يبينوا أيضا أبناء وبناء الطلاب ما لديهم من ظواهر بشرية بالإضافة إلى ما لديهم من ظواهر طبيعية وكانت البداية من خلال رسم الإنسان على الأرض بالعصى أو بالإصبع لكي ماذا؟ لكي يوضح الطريق لغيره برسم صورة لأهم الظواهر الطبيعية التي قد يمر بها بالقرب من الطريق بعد ذلك تطور إلى رسم على قطع من الحجر أو من الأخشاب أو من العظام إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر ترسم ممتازين على الورق وغيره وفي الوقت الحالي أبنائي نجدها في الأجهزة اللوحية وفي هواتفنا المتنقلة نستطيع أن نبحث عن أي ظاهرة طبيعية بضغطة زر نستطيع أن نستجلب جميع الخرائط التي نحتاجها أبنائي قد استعمل كثير من الشعوب الخرائط في الماضي ومن أهم الأقوام التي رسمت هذه الخرائط هم سكان ما بين النهري والمصريون والصينيون واليونانيون أبنائهم أيضا من اعتنوا بهذا العلم حيث اعتنى هذه الأقوام واعتنوا لماذا؟ لإبراز ملكياتهم في الأراضي الزراعية لكي يعلموا ما لهم وما عليهم بالإضافة لحرص الحكومات لمعرفة ماذا؟ لكي يستطيعوا تقدير الضرائب التي تأخذ من الفلاحين في ذلك الوقت يعرفوا مساحات هذه الأراضي وما قد تنتجوا هذه الأراضي الزراعية من منتجات فيستطيع أو تستطيع حكومات في ذلك الوقت من أخذ الضرائب التي عليها إلى أن قدم المسلمون وأحدثوا نقلة نوعية في هذا العلم هذه أبنائهم مصور لرسم للخرائط في وقت الأغريق واليونان في ذلك الوقت إذن أبناء المسلمون وأثرهم في تقدم علم الخرائط لم يكن للعرب قبل إسلامهم عناية بهذا العلم ولذلك فإنهم نظموا الشعر في وصف المناطق ووصف الطرق ووصف أيضا الظواهر الطبيعية ووصف جزيرتهم أي الجزيرة العربية وما خارجها عندما جاء المسلمون أبناء وبنات الطلاب انطلقوا بفتوحاتهم لنشر الإسلام ومنها اعتنوا بالخرائط اعتناءا كبيرا وواضحا فاستعملها الولاة وعمراء الجند وغيرهم في ماذا؟ في تنقلاتهم وفيما كانوا يقومون به أبناء وبنات الطلاب من تنقل ونشر للإسلام وكانت عناية المسلمين أيضا أبناء وبنات الطلاب كبيرة جدا بالخرائط البرية والبحرية معا وهذه أبناء وبنات الطلاب صورة لأحد أو تبين اهتمام المسلمين في علم الخرائط نلاحظها أبنائي هذه صورة للجزيرة العربية وهي مقلوبة ولكن هي صورة قريبة للواقع وهي خريطة للإدريسي رسمت وبيّنت أبناء ما هو واضح أمامنا حيث اعتمدوا على القياسات الفلكية والرياضية في هذا المجال استطاع المسلمون أن يضعوا خطوط الطول مع اختلاف الأوقات الزمنية بين البلدان ووضعوا أيضا أبناء نلاحظ أنهم وضعوا خطوط الطول وضعوا جدولا لمواقع البلدان والظواهر الجغرافية بالنسبة لماذا؟ لخطوط الطول ودوائر العرض واعتمدوها في رسمهم إذن نلاحظ السبق الذي قام به المسلمون قبل ظهور الأجهزة وغيرها استطاعوا تعيين خطوط الطول ودوائر العرض بالإضافة إلى تحديد المناطق الزمنية والمناطق المكانية والمواقع من خلال خطوط الطول ودوائر العرض هذا أبناء يعد في ذلك الوقت نقلة نوعية وتطورا علميا لم يسبقهم أحد في ذلك الوقت ومن قام في ذلك هم المسلمون أيضا رسم الجغرافيون المسلمون مجموعة من الخرائط ذات شكل واحد وتتكون من 21 خريطة شملت العالم والبحار المحيطة بالعالم الإسلامي وخرائط لأقاليم العالم الإسلامي وذلك مما حدا بالعلماء مؤخرا أن يطلق عليه أو عليها أسم أطلس الإسلام وتعد من أهم الخرائط هي خريطة الإدريسي أو خرائط الإدريسي التي عرضتها لكم في الشريحة السابقة هي تعتبر أوج ما بلغ به علمهم في ذلك الوقت في الخرائط عند المسلمين من تطور وتقدم في ذلك الوقت حيث استعمل المسلمون الألوان في الخرائط وجعلوا اللون الأزرق للبحار والأخضر للأنهار والأحمر والبني للجبال ورسموا ما يمثل المدن من خلال دوائر مذهبة إذن هم أول من وضع أبناء وبناء الطلاب تعريفا للخريطة ومفتاحا للخريطة يعتبروا أبناء المسلمون هم لهم السبق في هذا العلم هم من تقدم في هذا العلم هم من أتى بخطوط الطول ودوائر العظ وإكتشافهم لذلك وتعيين المناطق وتعيين المناطق الزمنية لم يسبقهم بها أحد من الأمم ومن العلماء في ذلك الوقت إذن أبناء وبناء الطلاب تعرفت أنا وأنتم على أهمية الخرائط عفوا تعرفت أنا وأنتم على تطور الخرائط وتطورها في عهد المسلمون أبناء للخرائط كما تعلمون أهمية بالغة وقد تعاظمت وزادت هذه الأهمية في الوقت الحاضر لها أغراض وفوائد منها لأغراض الحربي والسلم فالجيوش الحديثة لا تستطيع أن تقوم بمهامها ولا تحركاتها سواء كانت في يابس أو في جو أو في بحر إلا عن طريق الخرائط وبالخرائط تستطيع أن تحدد أهدافها وتساعد الخرائط الجيوش أبناء وبناء الطلاب على الدفاع وعن الدفاع وحماية أراضيها ولا تقل أهميتها كما هو الحال عند الجيوش لا تقل أهميتها أبناء وبناء الطلاب في وقت السلم من خلال أبناء ما تعتمد عليه الخرائط من رسم لخطط التنمية والتطور وأيضا لتنقلات الإنسان من مكان إلى آخر فأصبحت هي الوسيلة الرئيسية للإنسان في الاستدلال على طرقه سواء كانت برية أو جوية أو بحرية على اختلاف البرامج التي يستخدمها الإنسان في التنقل ومع رحابة الجو أبناء كما تعلمون لا يستغني الطيارون عن الخرائط لماذا؟ لأنها أو من خلالها يستطيع الطيار أن يحدد الطرق الجوية التي من خلاله ينتقل من مكان إقلاعه إلى مكان أصوله من خلال هذه الخرائط التي تستخدم أبناء وبناء الطلاب التقنيات الحديثة من خلال الأقمار الصناعية التي سوف نتعرف أبناء على طريقة عملها في الدروس القادمة ولكن لا بد أن نعرف أن أهمية الخرائط تأتي أهميتها من خلال استخدامها في أوقات الحروب و أوقات السلم على جميع مجالاتها أبنائي و أبناء الطلاب إذن أبنائي في هذا الدرس تعرفت أنا و أنتم على أهمية الخرائط حيث تعرفنا على أو عرفت أنا و أنتم على تعريف الخرائط هي تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو لجزء من ممتازين على لوح مستوي من خلال إبراس الظاهر الطبيعية و البشرية و بجميع أشكالها أيضا تعرفت أنا و أنتم على تطور الخرائط أبناء وبناء الطلاب من أن بدأت أبناء من خلال معرفة الإنسان بطريقه و ما يختزن في ذاكرته من ظواهر طبيعية و مبشرية إلى أن وصل به الوقت الحالي إلى أن أصبحت هذه الخرائط ذات تقنيات عالية تسهل و تساعد الوصول إلى أماكنها أو إلى أماكننا في المناطق الأخرى أيضا التطور الذي ترى على هذه الخرائط من أن استخدم المصريون و الصينيون إلى أن طور المسلمون أبناء وبناء الطلاب هذا العلم من خلال التقدم الهائل في عادة المسلمين حيث رسموا أبناء وبناء الطلاب الخريطة بألوانها التي تبرز البحار و الأنهار و اليابس التي لم يسبقهم بها أحد من العلماء و أيضا أبناء وبناء الطلاب تعرفت أنا و أنتم على أهمية فائدة الخرائط إلى فائدة الخرائط سواء كان في حرب أو سلم و الاستفادة العظيمة التي تستفيدها الحكومات من خلال إقامة المشاريع بالاستفادة التامة من الخرائط و بذلك أبناء وبناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا و مقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح